السلام عليكم شباب جيجهي تيفي معاكم أحمد كمال فيديو النهاردة هنتكلم عن سمكة من الأسماك الموسمية اللي بتبقى موجودة في بحرنا يعني في أوقات معينة من السنة بتظهر أكتر في وقت معين وبتقل في وقت معين السمكة هي الجاش أو الأورانج سبوت الترافالي هنتكلم عنها عن الأورانج سبوتت بالذات يعني مش هنتكلم عن الترافالي كله هيتكلم عن السطب المناسب ليها الجيجات طرق الصيد الجيجينج أو الكاستنج هنتكلم عن زي توفيت مع السمكة زي تعمل لها لند وزي تبقها كمان خليكم معانا أول حاجة نتكلم عليها السمكة نفسها السمكة أحجامها بتوصل ممكن لاتنين كيلو هنا داخل بحرنا ممكن لو غواطنا شوية جوا البحر نحصل أحجام كبيرة على السيفة على الشطة ممكن تلاقيها أحجام من خمسمائة جرام ستمائة جرام ممكن توصل كيلو أوقات السمكة من الأسماك الأجريسيف بتحب السمك اللي بيتحرك البيت المتحرك ما بتاكلش سمك ميت أو ما بتاكلش من على الأرض لازم يبقى اللور أو الجج بتاعك بيتحرك وأحسن يبقى بيتحرك بسرعة كمان أحسن سيتوب أنا شايفه أن انت تصطاد جش من السيفة اللايت سيتوب يعني بنتكلم على قصبة تبقى ماكس 20 أو 21 أو حتى 18 وماكينة 2500 ممكن تنزل كمان لألف لو عايزت تاخد فيت أطول شوية مع السمكة وكمان ممكن تعلى شوية تخليها 3000 أعتقد أكتر من 3000 حتى يبقى كبير يبقى السيتوب كبير على السمكة نفسها فزي ما قلنا الرد تبقى ماكس مسلاً 20 جرامين أزيد أو أقال الريل 2000-2500 اللاين كمان بنتكلم من بوينت 8 لوان بي اي ممتاز جداً وزي ما قلنا الرد تبقى ماكس 20 فإحنا بنتكلم على ججات 20 جرام ونازل تاني حاجة نتكلم عليها النهاردة البيتس المستخدمة أنا مجهز شوية ججات والورز عشان أوريكم الججات والحاجات اللي احنا بنستخدمها في صيد الترفالي خليكم معنا طيب شباب احنا حنتكلم دلوقتي عن الججينج الأول طريق الججات المستخدمة وطريقة استخدام كل جج فيهم فزي ما انتم عارفين كنا قلنا في فيديو قبل كده ان فيه ثلاث أشكال من الججات السلم والنورمل والسلو فده اول شكل السلم اهو السلم دايماً محتاج فاست اكشن ممكن تستخدم دابل أسست هوك ممكن تحط أسست واحد وتريبل تحت انا دايماً بفضل الجج من غير تريبل تحط دابل أسست هوك فوق وحيبقى ممتاز جداً محتاج دايماً تعمل فاست اكشن بي لان لو سلو اكشن مش مش حيدي المطلوب منه وهو مسته كمان انت بعد ما يتوقف الاكشن في وقت البوز الوقفة اللي انت بتعملها الجج بيختص بسرعة فممكن السترايك الدربة تجي لك وانت بتعمل ججينج وممكن تجي لك على الفول تمام ده اول نوع تاني نوع النورمال بروفيل الشكل العادي مش مش رفيع قوي ومش عريض قوي انتو عارفين طبعاً الكلام ده تقدر تعمل بي فاست اكشن تقدر تعمل بي سلو اكشن الغطسة بتاعته هتبقى مش بسرعة الاسلم هتبقى ابطأ شوية ممكن يبقى ليه طريقة فول معينة على حسب نوعية الجج برضو زي ما بقول دابل أسست هوك فوق احسن من غير تريبل هوك حيبقى ممتاز جداً فاست اكشن فاست جيجينج جيجينج سريع تاك 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 وان شاء الله تاخد البيت على الفاست اكشن احسن من الفول انا دايماً احب البيت على الفاست احسن من على الفول ثالث واحد السلو السلو انا اعتقد ان انت لو عملت بي فاست اكشن هيبقى اتراكتف اكتر للجج لان الجج فيه عرض فحيعمل مقاومة فانت بتحركه بسرعة ولما هيجي يقع هياخد وقت اكتر ان السمك ياخد باله منه ييجي عليه السمك دايماً عنده فضول يشوف الحاجة اللي بتتحرك في المية والجش بزيك موسيقى طيب اتكلمنا على الجججات وقلنا انواعهم وازاي نستخدمهم نتكلم على اللور الميد ووتر والطوب ووتر اكتر حاجة انا شفت الججج بيدرب عليها هي اللورات الجيرك اللي نوع السبحة بتاعته فيها جيركينج زي مثلا الدور يوكي المجنم اكس ايتي جونيور الوانتين مثلا الجاكسون الحاجات دي كلها فيها سبحة جيرك فتعمل به فاست ريتريف اكيد هتاخد فايت برضه فيه تكنيك احنا بنتابعه ان انت بعد ما بتعمل كاستل اللور بتسيبه يختص شوية تحت في المية لان الجش مش اوقات كتير بيبقى بيأكل على الطوب ووتر بيبقى بيأكل في الميد ووتر فانت لو اللور بيصبح من فوقيه مش هيطلع يأكله انت بس كاست وتسيب اللور ينزل وبعد كده تبتدي تسحب بسرعة وتعمل تويتشات جيركينج لحد ما تاخد الاسترايك تاني حاجة لما يبقى الجش بيأكل على الطوب ووتر يعني انت شايف فرنزي شايف سبلاش مية على وش المية ساعتها ممكن ترمي استيك بيت الاستيك بيت حيبقى ممتاز ووت يا سلام لو حجمه صغير في حجم العومة او البرية اللي موجودة في المكان اكيد هتاخد استرايك حلو على وش المية ثالث حاجة ومن الحاجات الاتراكتف قوي سمك الجش سمك اجريسيف وانواع الترافالي كلها بتحب الحاجات اللي بتعمل سبلاش على وش المية فالبوبر بيبقى حل جميل جدا لو مفيش فرنزي واضح قدامك بس انت عارف ان المكان في جش وعايز تطلعه فبوبر وبوبنج بطيق مش سريع لحد ما بتاخد الجش عادة لو بيلحق البوبر فهو مستني يقف البوز قبل ما يجي تعمل البوبر اللي بعديها حيروح جاي واخد الاسترايك كده اتكلمنا على اللورز والجيكز والبوبرات كمان خليكم معانا اقولكو على باية التفاصيل للجش طيب شباب زي ما اتكلمنا على الجيكات واللورات وطرق الصيد هنتكلم دلوقتي ازاي التفايت مع السمكة وازاي تعملها لند زي ما انتو شايفين مالك قريدي مع جش مع جشة على لورة مالك ها على جيك جيك سليم سلو سلو جيك فاست اكشن فاست اكشن فاست اكشن زي ما قلنا فاست اكشن على جيك محمد بيعمل بوبينج وانا كان الترافالي لحق البوبر بتاعه طيب الجش سمكة زي ما قلنا اجريسيف بعد بعد بتحاول تجري لتحت بس ما بتروحش عالصخر يعني السمكة ما بتحاولش تخش بين الصخور هي بس بتحاول توصل للصخرة تغبط نفسها فيه عشان تقطع الخيط فلازم اول ما يجي لك ترفع القصبة الفوق تخلي تنشن دايما عليها وتعمل رتريف فاللوني انا اعمل له لان سمكة خليكم معانا ها اه طيب افتح البل ممكن افتح البل طيب خلينا نرجع للفايت تاني وبعد كده هرجع لكم اللندنج ازاي الفايت زي ما قلتلكم السمكة ما بتخشش جوه الصخرة هي بتحاول تنزل تمشي بحيزة الصخرة لو في حاجة مدببة تغبط فيها عشان الخيط يقطع او تروح نحية المكان اللي فيه الهوك على الصخرة عشان تفك الهوك من بقها فانت لازم دايما تخلي تنشن رافع القصبة الفوق حالها حال اي سمكة ترافالي تانية بتحاول اول ما بتاخد السترايك بتروح على مكان تستخبه فيه بس ازاي ما قلتلكم هي اما بتخشش جوه الصخرة زي الهمور او المانجروف جاك المانجروف جاك والهمور بيخشوا الليتر اللي بين الصخور عشان يستخبه الجش مش كده الجش بيفضل يتحرك لحد ما يطلع نفسه او انت تطلعه اللندنج بتاع السمكة الموضوع يعتمد على السيتاب اللي انت بستخدمه قوة الخيط او القصبة فلو السمكة صغيرة عادي جدا انت ممكن لو القصبة بتاعتك تستحمل ممكن ترفع على القصبة انا دايما بنصح ان انت ترفع من الليدر تمسك السمكة من الليدر وتطلعها وفي حاجة اقولها لكم الجش سمكة اول ما تطلعها امسكها ولفها يعني خلي رأسها من تحت وضهرها من تحت وبطنها من فوق هتبطل حركة خالص تقدر تمسكها وتفك الهوك براحتك ويعني يتعمل لها ريليز يا اما تاخدها تقليها في البيت زي ما هحكيلكم ازاي دلوان طيب اتكلمنا عن البيتز الطرق السيد ازاي الفايت ازاي اللندنج ازاي نا كلها بقى طيب الجش يمشي في كل الانواع مشوي مقلي كل حاجة انا بفضله ان انت تنظفها من بره تشيل الشوك والديل وتنظف بطنها تدبيلة كمون ملح فلفل تحطها في الضيق تحطها في الزيق تحطها في الزيت لحد ما لونها يبقى دهبي شوية وبعد كده مع شوية بطاطس وبلانة والشفة تمام كده شباب قلنا كل المعلومات عن سمكة الجاش او الورنج سبوت الترافالي لو حد عنده معلومة انا ما قلتهاش يسيبها لنا في الكومنتز او يبعثلي على البرويفت في كمال جونيور على الانستجرام ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وعملوا شير خلوا الناس تعرف المعلومات اللي احنا قلناها كان معاكو احمد كمال جيج هيت تيم جيج هيت تي بي كيف فيشن جايز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة